موسيقى موسيقى أهلا بكم بحلتنا استقبل عالم كله بحماس كبير العام الجديد سنة 2013 اللي اتعددت الفعاليات والاحتفالات واجتمعت كلها على أمل بأنه يكون عالمنا بأمان وسلام ومحبة أنا بس بدي أسأل هدى كيف احتفلتي بالعام الجديد يوم رأس السنة كان إلي كتير مميز أحمد قضيته مع الأهل والأصحاب بأجواء احتفالية حماسية لكن كان بخاطري أحضر فعاليات برج خليفة إن شاء الله بالسنوات الجاي إن شاء الله مش بس أنت هدى اللي ما حضرت فيه كتير عالم كانوا حابين يشاركوا باحتفالات برج خليفة بس الظروف ما سمحت لهم فخلينا نشوف بهالريبرتاج كيف كانت العجواء موسيقى موسيقى الإمارة الخليجية دبي تصدرت المشهد هذا العام بضخامة الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة رأس السنة 2013 حيث شهد قرابة مليارين شخص العلعب النارية في منطقة برج خليفة والتي بثت على التلفاز وعلى شبكة الإنترنت مباشرة وهي الاحتفالات التي اعتبرت الأكثر كلفة لهذا العام موسيقى ماStand موسيقى 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 فمن بين الدول العربية كانت دبي أولى الدول التي احتفلت بقدوم السنة الجديدة حيث تجمى عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين في دبي لمشاهدة أعلى عرض للألعاب النارية في العالم من فوق برج خليفة على ارتفاع 300 متر فوق الأرض على أنغام موسيقى أوركسترا براغ وكان حدثا بحق أبهر العالم موسيقى موسيقى ميز احتفال دبي برأس السنة هو أعلان جوجل عبر مدونتها الرسمية عن إتاحة المجال لمستخدمي الإنترنت من جميع أنحاء العالم لمشاهدة احتفالات رأس السنة عبر بث مباشر على موقع يوتيوب بالتعاون مع داونتاون دبي فشاهد الفيديو أكثر من 60% من الناس حول العالم أثناء النقل المباشر على اليوتيوب أما الفيديو فحقق أكثر من 10 ملايين و 780 ألفا حتى الآن أما عبر المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر فامتلأت الصفحات بصور وفيديوهات من الهواتف الذكية للألعاب النارية للبرج وعلى تويتر أنشئ أكثر من هاشتاك حمل عنوان برش خليفة شارك فيه ألاف المغردين معبرين عن إبهارهم باحتفال إمارة دبي هذا النجاح كان وراءه تنظيم كبير حيث تم نشر نحو 400 دورية مرورية وراجلة في أنحاء دبي كافة وأن المنطقة المحيطة ببرج خليفة ودبي مول ومنطقة الجميرة شهدت تكثيفا لتلك الدوريات مما جعل مستخدمي الطريق الالتزام التام بالقوانين واللوائح والإرشادات المرورية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية من أجل تحقيق السلامة المرورية على طرق الإمارة عمل فريق متخصص من إدارة النفايات في بلدية دبي يضم 60 عاملا لأكثر من 13 ساعة ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة تم توزيعهم في مختلف مناطق الاحتفال للحفاظ على نظافة وجمال المدينة بدأ العمل من ظهر يوم 31 ديسمبر وحتى ساعات الفجر الأولى من أول يوم في السنة الجديدة إلا أن حجم المخالفات الناتجة عن الاحتفالات لم تكن كبيرة أو غير عادية نظرا لوع الجمهور بالقوانين المتبعة في الإمارة وأن رمي المخالفات في غير أماكنها المخصصة تعود مخالفة تعرض مرتكبها للغرامة رائعة احتفالات برش خليفة فعلا كل سنة بتفاجئنا دبي باحتفالاتها طيب أنت أحمد شو عمل في راس السنة؟ أنا الصراحة ضيطة مع الأهل والأصحاب بس كان نفسي أحضر حفلة ملحم بركات بس هيك أنا حخليك تحضر حفلة ملحم بركات ويا ريو شد حصل معها في هذا التقليل خلال تابع مع المشاهدين دبي كانت الوجهة التي اختارها الموسيقار ملحم بركات لأستقبل من خلالها العام 2013 فغنى على مدى ساعتين روائعه الغنائية التي أطربت الجمهور بركات الذي ختم عام 2012 بإصداره أغنيتين منفردتين قدم خلال حفل رأس السنة مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة فعلى صوت الجمهور غناء في بعض الأحيان على صوته فيما كانت الأجواء المريحة سيدة الموقف وهو ما يميز حفلات الموسيقار إطلالة ملحم بركات في حفل رأس السنة كانت سبقتها إطلالة للنجمة العراقية شذا حسون التي حققت في العام 2012 نجاحا مميزا من خلال ألبومها الأخير وكلب أغنيتها على الدين إن شاء الله يارب يكون سنة خير علينا وعلكل شذا التي اختارت الذهبي لتودع به عام 2012 استقبلت العام 2013 ببسمة وفرحة ثم استياء وذلك بسبب منح الراس الأمن أحد الشباب من السلام عليها فلم ترضى إكمال الحفل موسيقى ومن الأجواء العراقية إلى الأجواء اللبنانية الخليجية مع الفنانة يارا التي اختارت الأحمر لتعبر عن فرحتها بالسنة الجديدة بللون كل سنة وهنا يبقى الفخير على الصعيد الإنساني وعلى صعيد الاجتماعي كثير كثير بهمني إنه دايما الأمنية تكون السلام يعني بتمنى من كل قلبي لما يكون فيه سلام نقدر نعمل ونحقق كل شيء والصحة كمانا هم ما شيء أرشي معي ساحرني الحالة والأقلبي معي عم ينده كلا أرشي معي ساحرني الحالة والأقلبي معي عم ينده كلا ورغم الأجواء المميزة التي سادت وصلة يارا في الحفل إلا أنها لم تنكر حزنها لاستقبال العام الجديد في دبي وليس في لبنان والله السنة يعني كان إلي الحظ وكنت كتير مبسوطة أني كنت في دبي عن جد مع أنه شوي ما بخفي أنه كنت حب يكون ببلدي أكيد مثل ما الكل أحب يعيد ببلده بس كمان بعتبر دبي أنه هي بلدة تانية وأنا كتير سعيدة بوجودة في دبي بهالمناسبة الحلوة وبين هالجمهور وهالناس من كل أنحاء العالم يذكر أن يارا كانت قد ختمت عام 2012 بألبوم ميلادي مع جام ماري رياشي فيما لم تقدم أي عمل غنائي آخر حفل آخر شهدته مدينة دبي بفندق ريتسكالتون جمع بين الفنان العراقي ماجد المهندس والفنان اللبناني إليسا أجواء الحفل بهالدقائق باللون الأسود والفضي وببزمة عارمة أطلت الفنانة إليسا من دبي لتودع على المسرح عام 2012 فكانت كالفراشة تنتقل بين أعضاء فرقتها الموسيقية وتحاكي الجمهور بأغانيها المميزة أطلت الفنانية إليسا من دبي بفندق ريتسكالتون أطلت الفنانية إليسا من دبي بفندق ريتسكالتون إليسا التي أهدت جمهورها في عام 2012 ألبوم أسعد وحدة بدت ملامح الفرح والرضا عليها في حفل رأس سنة بطريقة واضحة والجمهور الحاضر لم يبخل على نجمة الإحساس أن يشاركها فرحتها لا بل قامت أحد الساهيرات بإهدائها عقدها الماسي العالم مبسوطة وسنة جديدة عم تقل عليهم يا جيني حتفلو وأنا كنت مبسوطة صراحة لا حفلة حلوة عيشة أحلى سبيل دعون قضعين معين قد أذن يوم الحل وقران وقران كم يوم كان حلق وقران 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 وحقير ومع أولى ساعات 2013 ودعت إليسة جمهورها ليطل ملك الرومانسية ماجد المهندس وسط هتفات الجمهور المهندس الذي عرف النجاح أيضاً بعام 2012 من خلال ألبومه أنا وياك أشعل الجمهور بأغانيه في لقاء هو الخامس في دبي خلال العام المنصرم فكانت توصلة حب وغزل بين المهندس وجمهوره العريض من مختلف الدول العربية إن شاء الله رب سنة 2013 تكون سنة خير وحب وسعادة وسلام وطمأنينة وراحة بالعلى كل الناس يا رب آمين موسيقى فاصل أول مكامل حلقتنا مع أجواء احتفالات رأس السنة وتتابعونا بعد الفاصل نجوم بيروت مولعينا على المسارح اللبنانية ولندن تشع في عز الليل ومطلع العام الجديد كنوا معنا موسيقى أهلا بكم من جديد تنافست الدول العالمية في تقديم فعاليات الأسسانة الجديدة العب نارية حفلات موسيقية تجمعات وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات الحماسية بتقرير التالي جمعنا لكم احتفالاتكم من لندن سيدني وموسكو موسيقى شارك الملايين في أنحاء العالم المختلفة في احتفالات الترحيب بأول يوم من رأس السنة 2013 ففي لندن أطلق من موقع لندن آي الشهير ترحيبا بعام 2013 بحضور 250 ألف متفرج وكان عام 2012 حافلا بالنسبة لبريطانيا مع استضافة لندن لدورة الألعاب الأولمبية واليوبيل الماسي للملكة إليزابيس الثانية موسيقى 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 وفي أستراليا وعند أبرز المناطق في سيدني احتشد عشرة الألاف لمشاهدة عروض للعب النارية الشهيرة في رأس السنة إذ قال المنظمون أن مليون ونصف مليون احتشدوا في أكبر مدن أستراليا ورفع ما يربو على سبعة أطنان من اللعب النارية إلى جسر الميناء وعلى بطن بارجات قبالة الميناء فأضيئت سماء المدينة في عرض تابعه الجماهير على الهواء وعبر شاشات التلفزة والذي وصل عددهم إلى مليار شخص أي ما يوازي سبع سكان العالم والذي ينطلق في اللحظات الأولى من عام 2013 حيث وصف الأستراليين عبر المواقع الاجتماعية أنه أكبر عرض للألعاب النارية على وجه الأرض مدعوما بسحة تكنولوجيا الفائقة رغم موجة السقيع التي تشتاح روسيا انطلقت الاحتفالات بها مع الألعاب النارية على الساحة الحمراء في موسكو بعد الاحتفالات في آسيا فعام 2012 لم ينتهي نهاية ساعدة لدى الروس فموجة السقيع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 123 شخصا موسيقى 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 لبنان ككل سنة يحتفل بقدوم العام الجديد مع نخبة من ألمع نجومه كاميرا رادار رصدت حفل عاصي الحلاني وهيفا وهبي واللي وصف بالرائع في هذا التقرير موسيقى موسيقى منذ إطلاق الفنان هيفا وهبي والفنان عاصي الحلاني الإعلان المصور عن تواجدهما في العاصمة بيروت في لبيال لإحياء حفل رأس السنة حتى بيعت البطاقات ليتحول مسرح لبيال إلى مهرجان فني رغم استياء الحلاني من بعض الأمور موسيقى عاصي الذي كان قد قرر إحياء الحفل بداية عام 2012 وصل قبل الحفل إلى المسرح للإشراف على التحضيرات والبروفات النهائية موسيقى 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 هيفا التي ختمت عام 2012 بطلاقها لم تقبل إجراء أي لقاء صحفي ربما خوفا من تطرق بعض الصحفيين للاستفسار عن الموضوع فافتتحت السهرة متألقة بحضورها وخطفت الأنظار منذ اللحظة الأولى من صعودها المسرح فأشعلت الصالة بمجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة وتخللت وصلت هيفا العديد من العروض الاستراضية بمشاركة راقصين عالميين فكانت هيفا تارة تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة وتارة تفاجئهم بلوحة جديدة متمنية الحب والسلام وراحة البال وادعت هيفا الحضور تاركة المسرح للحلاني الذي رحب على طريقته بكل البلدان الحاضرة في الحفل وبدأ وصلته مع فرقة الدبكة اللبنانية فاشتعل المسرح من جديد حبة الناس نعمة من رب العالمين كان وتخلل وصلة الحلاني أغنية منفردة لمراد بوريكي وموري حاتم ليعودا ولا يتألقان بأغنية تجمعهما معا يذكر أن هيفا كانت قد فاجأت جمهورها على تويتر قبل الحفل بكشف صورة لها ولأخصاء التجميل بسان فتوح بعد قاطعة وجفاء دامت بينهما لأشهر في العام 2012 وعلى مسافة قصيرة لا تتخطى الثلاثمائة متر احتفل رغب علامة وما يديى بحلول السنة الجديدة فاحتشد الألاف على باب الحفلين ليكون النجاح حالف النجوم الأربعة رغم التخمينات بفشل الحفلات في لبنان بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة العربية الحمد لله اللي عرفته أنه حفلة رغب كومبلي وحفلتنا كومبلي وهذا منافسة للأفضل ومنافسة للأحسن ومنافسة الإبداع للإبداع لأنه هذا فن والفن حضارة وصقافي فنحن تنينتنا عاملين حفلات سيح بنفس المكان ولكن الجمهور فيه جمهور واسع رح يحضر وعلى ما علمت الحقيقة بأنه حفلتنا الحمد لله سولد اوت كمان حفلة راغب سولد اوت أما في هيلتون بيروت أقيم الحفل السهر الذي جمع بين الفنان التونسي صابر رباعي والفنانة الاستعرضية اللبنانية ميريان فارس خيرين نشوف أجواء الحفل مع بعض بعد سنوات من عدم إحيائه حفلات رأس السنة في لبنان أضل الفنان صابر رباعي هذه السنة مع الفنانة ميريان فارس سعد رمضان وقصي حاتم في سهر وصفت بالأجمل البداية كانت مع النجم السعد قصي حاتم الذي كتب على صفحته على فيسبوك كما وعدني الفنان الكبير صابر رباعي سنحيي حفلة رأس السنة معا في فندق هيلتون حبتور في بيروت وإن شاء الله أكون عند حصن ظنكم كل الحب والإحترام لكم وها هو في أول حفل يحييه في لبنان يحصد قصي النجاح ومحبة الناس طبعا أنا سعيد بهاي محبة الجمهوري لي ويعني سعيدني شفتهاي كل الجمهوري ويعني شفت محبة الناس يعني الناس تحبني الناس يعني كانت تشاهدني قصة هي الذي خص كاميرا رادار بمقطع من أغنيته الجديدة شق طريقه وسط الحشود عند انتهاء وصلته تاركا المسرح للفنان سعد رمضان الذي بدوره شق طريقه بين الحشود نحو المسرح إن شاء الله بيكون هيدا هال2013 تكون أحلى من الـ2012 يعم السلام بكل هالدول العربية يبطل فيها الدم بقى لأنه عن جد شبعنا يعني خلص خلصنا أشعل سعد الجمهور بأجمل الأغاني فشاركهم الرقص والدبكة من على المسرح بمشاركة الفرقة الموسيقية محمولة على الهودش دخلت ميريان فارس قاعة الحفل محي الجمهور المنتظر إطلالتها بفارغ الصبر لتشعل المسرح بمجموعة من أغانيها إلى جانب مجموعة من أغاني كبار الفنانين فور نزولها عن عرشها وبعد أن تمنت سنتها خير وسلام للجميع أتمنى هذه السنة تكون أحلى من اللي قطعت أكيد ونشوف سلم أكتر نشوف ننبسط نحط النيوز نحط الأخبار ونتبسف نشوف إنجازات حلوة نشوف ازدهار بالبلاد العربية خاصة في لبنان أتمنى بالألفين وثلاثة عشر ختمت ميريان وسطها لتترك الساحة للنجم صابر الرباعي الخير عليكم علينا وإن شاء الله سنة 2013 تكون سنة خير واركة إن شاء الله عليكم علينا إن شاء الله وبين المواويل ومجموعة كبيرة من أبرز الأغاني التي لقت استحسان الجمهور قضي عشاق صابر معه أجمل أول ساعات 2013 بنوب أعمال لا خد طاري بنوب أعمال لا خد طاري بكي عيونه لو شعر الشاك حضي الحمال لا يخد طاري بكي عيونه لو شعر الشاك حز الحبد فاصل ومكمل حلقتنا الخاصة من رادار عن احتفالات راس السنة 2013 وتتابعونا بعد الفاصل على نغام الجانجم ستايل استقبل أهالي نيويورك العام الجديد ومكملين مع الحفلات الغنائية الساهرة من بيروت متروحوا بعيد خليكم معنا مثل خير من جديد كل بلد له لغة وعادات وتقاليد مختلفة عن الآخر لكن ليلة رأس السنة الجديدة تختفي العادات واللغات وتذوب مع بعضها لتصبح نسيجا واحد لسانه سنة سعيدة على الجميع كما أنه يصبح بيننا عوامل وتقوص مشتركة في استقبال العام وأكثرها شيوعا للغانجم ستايل مدينة الأضواء والأكشن نيويورك استقبلت مليون شخص على ساحة تايم سكوير في العام الجديد مع العد العكسي التقليدي ونزول الكرة البلورية المتعددة الألوان على عمود على مدى ستين ثانية معلنة حلول منتصف الليل وتميزت هذه المدينة بغناء المطرب الكوري الشهير بي أس واي صاحب الأغنية الشهيرة جانجم ستايل موسيقى فيما أدفى بصوته نجم جستن بيبر حضور المليون شخص من محبيه في الساحة موسيقى 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 أما في إسبانيا فتجمع الكثير من سكان مدريد رغم البردي والمطر والانكماش الاقتصادي في ساحة بويرتا دل سول الكبيرة في العاصمة للاحتفال بالانتقال إلى العام 2013 وسط أجواء مرحة موسيقى 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 في حفلة موسيقية أقيمت في وسط العاصمة حيث رقصوا وغنوا محتفلين بالسنة الجديدة وتمنى الطليان عبر المواقع الاجتماعية أن تظل إيطاليا عاصمة الأناقة والثقافة وصاحبة أشهر المأكولات اللذيذة أحياء السوبرسار رغب علامي والفنانة مايا دياب ليلة رأس السنة بحفل ضخم كتير بقاعة بافيون ريال في مجمع البييل وسط بيروت بحضور مميز لبعض الوجوه الإعلامية والفنية بالإضافة إلى الجاليات من مختلف البلدان العربية موسيقى على مقربة من الحفل الذي جمع الفنانة هيفاء وهبي والفنان عاصل حلاني أحياء السوبرسار رغب علامة والفنانة مايا دياب حفلهما في بيروت مجرد إذا فيه 100 متر أو 200 متر بين الصالة والصالة المهم أنه لبنان اليوم يستقطب كل العالم اللي يعيدوا معنا المهم أنه لبنان بيش بلد غير آمن مثل ما سوأ قوله ومن خطر على الناس اللي بتجي بالعكس لبنان فاتح قلبه لكل العالم اللي يجي ينبصه ويفرحه ويحضروا حفلات ويداروا مطاعن ويطلعوا على التلج وبقول نحن من مسل لبنانية مش سياسية أبدا الحفلين لازم يكونوا ناشحين هيدا دليل على أنه الكل موجود الكل شاتر بمحله مشتهد لازم الحفلات كلها تكون مفولة بالنهاية كل واحد عنده زوء كل حدا بحب حدا فيه فانز لقلنا كلنا راغب الذي اختار مايا مشاركته الحفل افتتحت الأمسية مقدمة لوحات راقصة مع مجموعة من الراقصين لتعود وتكمل السهرة مع فرقتها الموسيقية ها في نيو يير لأحلى ناس في لبنان وبكل العالم العربي من كل قلبي الـ 2013 تكون خير على الكل اشتركوا في القناة مايا التي ما زالت تحصد نجاح كليبها الأخير اختارت لبنان لاستقبال العام الجديد أنا من اسم لقلي رأس السنة ببلش باللبنان لكلنا لللبنانية ولكل العرب نجاح لبنان بحفلاته هو سبب استمراريتنا واستمرارية كل الفنانين وعربت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل مع السوبرستار راغب علامة فانتظرت وصلته وتمايلت على أغانيه مثلها مثل الجمهور المحتشد وبدوره رحب راغب بمايا وشاركها أغنية بتغيب بتروح وهو الديو الذي جمعه بالفنانة إليسا وكان سببا في شهرتها قبل سنوات راغب رافق جمهوره حتى ساعات الصباح الأولى فغنى قديمه وجديده ومنها أغنيته الأخيرة مبهى الزرش وأشعر الحضور حماسة جاهز لأبسط العالم وجاهز لخليني يعيده وهذا دوري بلعبه على أكمل وجه إن شاء الله لم يمنع وجود زوجة راغب وولديها بعض المعجبات من الاهتمام براغب والرقص معه وبدوره كان راغب يطفي جو من المرح فكان يلقي التحية تارة وكان يأخذ آلية التصوير ويقوم بنفسه بالتقاط الصور تارة أخرى ليعود ويشعل الحفل بأغنية جديدة في الآخر شهدته مدينة بيروت جمع بين الفنانة دينا حايك والفنانة نايا أجواء الحفل في هذه المقتطفات رغم انشغالها بالمشاركة بالنسخة العربية من الرقص مع المشاهير إلا أن الفنانة نايا اختارت أن تستقبل العام الجديد مع جمهورها نايا التي عرفها الجمهور في العام 2011 قدمت في العام 2012 أولى ألبوماتها بعنوان مندم واستطاعت بأغنيتها الخليجية غيرة وأغنيتها الثانية تذكار أن تخطف إعجاب الجمهور الفنانة دينا حايك الغائبة الحاضرة عن الساحة الفنية ودعت بأجواء حماسية العام 2012 فقدمت مجموعة من أغانيها واستهيصة كبيرة دينا التي أعادت تجديد أغنية طال السهر مع الفنان توني حنة ما زالت تخطف نجاح الكليب الذي رفق الأغنية فيما لم تقدم أي عمل منفرد في السنة المنصرمة فضل الخير ومكملين حالتنا من رادار وتتابعونا بعضها كملين مع الأجواء الاحتفالية العالمية والحفلات الساهرة ابقوا معنا أهلنا بكم في القسم الأخير من حلقتنا لليوم من رادار والخاصة باستقبال العام الجديد لسنة 2013 وهلأ رح نروح سوا ونشوف كيف احتفلت هوم كونج ونيوزيلندا بالعام الجديد احتفلت نيوزيلندا بعام 2005 قبل أي دولة أخرى في العالم وأقامت العاصمة ويلنغتون عرضا للألعاب النارية بالقرب من أحد المرافع عشية رأس السنة الجديدة للمرة الأولى مذا أن تم التوقف عن إقامتها عقب احتفالات عام 99 لكونها مكلفة للغاية تم الإعداد لإقامة عرض مماثل في كرايشتشورش أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية التي لا تزال تتعافى من سلسلة من الزلازل كما أحيى الألاف في أوكلند أكبر مدينة في البلاد احتفالا بالسنة الجديدة في مهرجان موسيقي استمر لثمانة عشر ساعة في أحدى ميادين المدينة كما نظمت المدينة أيضا حفلا رائعا وضخما للألعاب النارية على سطح برج سكاي تاور أطول ناطحة سحاب في نيوزيلندا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عرضا بأضواء الليزر في الساعات التي سبقت قدوم رأس السنة 2013 الألعاب النارية أطلقت فوق ميناء فيكتوريا احتفاءا بقدوم السنة الجديدة في هونغ كونغ اشتركوا في القناة 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 أما وقال كفوري وفارس كرام وباسم فغالي وسار الهاني فقد تعلقوا في فندق فينيسيا ببيروت وأيضا بحضور لفيف إعلامي وجماهيري كبير أجواء الحفل بهالتقرير بالهتفات استقبل جمهور الفنان فارس كرام الذي وبأغانيه اللبنانية نقلهم إلى أجواء الدبكة والرقص وبعد وصلة فارس كرام الحماسية استراح الجمهور بوصلة من الضحك والمرح مع ظاهرة فنية باسم فغالي بدور هيفا ترجمة نانسي قنقر ومع النجم موالك فوري عادت الصلاة لتشتعل فرحاً وهيصة مع النجم اللبناني الذي سجل في عام 2012 عودة قوية إلى الساحة الألبومات الغنائية من خلال ألبوم يضلي يا روحي الحفل تضمن مشاركة أيضاً من الفنانة سار الهاني التي ترتبط بصداقة قوية مع النجمين فارس كرام ووائل كفوري أنا بعرفهم هني يعني أنا بعتبرهم أصدقائهم بعتبرهم من الفنانين اللي نفسيتهم فعلاً بيستاهلوا كل شي عم يوصلولو أنا بعتبر أنه فارس محفظ الألقاب فارس ووائل بيستحقوا كل شي ووصلولو وهني عن جد فنانين حقيقيين أنا كتير فرحت أني عم شارك معهم اليوم إن شاء الله بنهاد عليكم بالخير والبركة والصحة يا روح بدعي من قلبي لكل الإشياء الحلوة أنها تستمر وتتطور أكتر وتصير أحلى إن شاء الله تكون سنة حلوة مع نورة 13 بيتشاعموا فيه إن شاء الله يكون بالعكس على الإنسان مع هاي الأجواء الاحتفالية مشاهدينا نصل لخطام حلقتنا لليوم من رادر بدورنا منتمنى للعالم كل الأمن والسلام والمحبة وخصوصا عالمنا العربي لجوارب كبيرة منه لم تستطع الاحتفال بأجواء العام الجديد نظرا لظروف السياسية المحيطة نتمنى عام خالي من الحروب عام فيه تقدم والزهار ونحب كلنا الخير لبعض وتتحقق كل أمنيتنا شكرا على حسن المتابعة نلتقي الأسبوع المقبل وفعاليات ومعارج جديدة من أروقة العالم العربي ودائما في رادر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة